ثم مدرب، ثم حكم، ثم لاعب، ثم رئيس الاتحاد المصري لقرة اليد ثم رئيس الاتحاد الدولي لقرة اليد ما شاء الله ست دوارات متتالية أكتر من عشرين سنة من النهاردة كابتن حسن مصطفى وهو قاعد عايز يقول له شكراً وكان صاحب فضل على دكتور حسن مصطفى طبعاً يعني في قناة النادي أهلي يجب أقول شكراً للنادي الأهلي وشكراً كل ما لقيادات النادي الأهلي اللي هي بتساعدنا في إن إحنا نكون صح يعني عمر النادي الأهلي يعني في حاجات كتيرة جداً يعني أنت عارف حركة أنا علاقتي بالكابتن حسن الحمد إزاي وكده فكذا مرة كان بيتكلم بالكابتن حسن وبتاعه في موضوعات معينة مثلاً يعني لها وجهتين نظر فلما باتكلم معه بتاعه يعني ناس ملتزمة ناس محترمة ناس ما عندهمش يعني أن هما عايزين يأخدوا حق مش حقهم فدي حاجة في الحياة أنا تعلمت منها كتير جداً من مدرسة مدرسة ممكن النهاردة دكتور حسن مصطفى ومشاء الله عنده حاجة خمس لغات ممكن تقولينا شكراً لنادي الأهلي بالخمس لغات طبعاً شكراً بالعربي طبعاً شكراً بالعربي معروفة بعدين ميرسي بالفرنساوي وبعدين دانكيشين بالألماني وأخذ بالحركة إزاي فهم طبعاً اللغات اللي احنا بنتكلمها فاللي أنا عايز أأكد عليه أن احنا بنت أهلي فعلاً مؤسسة كبيرة مؤسسة عظيمة بتعقود المبادئ الرياضية على مستوى العالم كله مش على مستوى مصر بس وزي ما بقولي حراك يعني كتير من الأوقات بيبقى فيه وجهات نظر مختلفة لكن في الآخر لما بتشرح وجهة النظر اللي ناس بتفاهمها طبعاً بتتفاهمها فدي حاجة كويسة جداً إن احنا من هذا الأهلي متمسك بالسلوك الرياضي والروح الرياضي حيب حيب فدي حاجة مهمة جداً حيب وإحنا النهاردة دكتور حسن جينا نزورك ونقول لحضر لك شكراً من القلب شكراً على مسيرة نجاح شكراً على مسيرة كفاح ونجاح فريدة من نوعها دايماً بنفتخر بيك ونتشرف بيك إن حضرتك مصري وتكون رئيس الاتحاد الدولي لسنوات طويلة ده شيء بنفتخر بيك كمصريين وجينا النهاردة يعني نقولك شكراً ونرد لك جزء ولو بسيط من الجنوية شكراً لك